موسيقى قبل ما أبدأ أتكلم مع حضراتكم في البطولة الأفريقية عايز أتكلم في موضوع مهم جدا النهاردة اتحاد كرة القدم المصري أو بقية الاتحاد المتواجد حاليا ثروة سويرم المدير التنفيذي للاتحاد المصري وكرة القدم استلم جواب برفض مد القيد الإفريقي ليوم 5 أغسطس إيه رأيكم؟ إيه رأي حضراتكم في الموضوع ده؟ طيب لما احنا هنا أو نادي الأهلي خلينا نتكلم عن نادي الأهلي النادي الأهلي لما طالب قبل بداية كأس الأمم الأفريقية وقال يا جماعة من فضلكم احنا عايزين نلعب مبارياتنا أو كل المباريات تنتهي قبل نهاية كأس الأمم الأفريقية الناس كلها قالت لك اصلا النادي الأهلي عايز يفرط كلمته عايز يعمل كذا عايز يعمل كذا عايز يعمل كذا الناس دلوقتي بتقول إن النادي الأهلي هو اللي كان صح الناس دلوقتي بتقول إن النادي الأهلي ياريتنا سمعنا كلام النادي الأهلي بالمناسبة اللي بيقول كده مين الأندية اللي بتلعب في أفريقيا أو اللي هتلعب في أفريقيا في البطولات الأفريقية للأندية يعني ليه؟ لأن أنا دلوقتي أصبح عندي يومين يومين إيه؟ يوم ونص تقريبا أقايد فيهم القايمة الأفريقية اللي هتلعب دور الـ 32 ودور الـ 16 تخيلوا حضراتكم أن أنت ممكن تجيب لعيف في يوم ونص أو تكون متفق مع لعيف وما ينفعش تعلن اللي قبلها بيوم ونص مثلا وعندك مطشين في الدوري مهمين جدا 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 معناهم الدوري العام مباراة المقاولين ومباراة الزمالك تخيلوا حضراتكم لو كانت الناس سمعت كلام النادي الأهلي اللي هو بيقولوا حرصا على المصلحة العامة حرصا على المصلحة العامة وليس طبعا حرصا على مصلحة النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي لما بيجي يتكلم يا جماعة بيتكلم لمصلحة الأندية أو للمصلحة العامة ما بيتكلمش عشان طبعا بيتكلم عشان مصلحته طبعا ما فيش حد ما بيتكلمش غير عشان مصلحته ولكن مصلحته والمصلحة العامة اللي اللي موجودة او اللي الناس عايزاها كل فرق الدوري الممتاز او معظم بلاش كل كل فرق الدور او معظم فرق الدوري الممتاز كانت بتطالب او كانت بتطالب اتحاد كرة القدم ان هو ينهي الدوري قبل بداية كأس الأم الأفريقية. يا جماعة بجد لما لما بنيجي نتكلم اصلا نازل تقولك ايه? اصلا انتم كأهلوية متحيزين اولا لازم نبقى متحيزين جدا طبعا للنادي الاهلي. ولكن احنا دايما نتعلمنا في النادي الاهلي لو جالك حاجة مش اه انت مش مقتنع بيها لازم تفكر فيها الاول. فانا لما باجا فكر يا جماعة واقول الكلام اللي بيتقال ده حتى فنيا يعني على اعتبارنا لوحد لعب شوية يعني. لعب كرة في مستويات عالية شوية. فلما بتيجي تفكر من الناحية الفنية تقول انا لسه هاعد اقعد لعيبة شهر ولا شهر ونص ساعتها علشان اخليهم يلعبوا مطشين بعد امعمل لهم فترة اعداد وبعد كذا وبعد كذا وبعد كذا. لو لقدر الله حصل حاجة يبقى فيه احباط وبيبقى فيه كذا. لو كسبنا هيبقى فيه فرحة وكذا وكذا وكذا. عبل ما انطلع بقى من الفرحة دي واندخلت. قصص بقى فنية كتيرة جدا نتكلم فيه. ولكن دائما النادي الاهلي لما بيجي يتكلم بتتضح ان رؤيته صحيحة. بتتضح ان رؤيته صحيحة. كده من عند ربنا على فكرة. سمعنا تصريحات كتيرة جدا وانا اه ما بحبش ابقى قاسي على حد وخصوصا لما بيبقى في موقف.